طيب قبل برضو ما ابتدي مع حضراتكم كرامي عن مباراة يعني النهاردة في الجولة التاسعة مع اسموحة حيبقى مطش جامد جدا حابب بس اكلم مع حضراتكم سريعا في موضوعين الاول يتعلق باصابة اكرم توفيق طبعا نجمنا نجم فريقنا ونجم منتخب مصر اللي يعني احزننا جدا جدا الحقيقة معلومة ان اكرم طبعا يعني جاتل اصابة مش لطيفة اكرم طبعا من اللعيبة الاكفاء جدا في الفريق واللي دايما بيعول عليه كل المدربين اللي بيشتغل معهم سواء في الاهلي او في المتخب يعني الحقيقة يعني لعب استثنائي ولعب مختلف للأسف الشديد الاشعة اثبتت انها الاصابة دي عبارة عن قطع فيه الرباط الصليبي طبعا بنقول لأكرم مليون سلام عليك يا اكرم ان شاء الله بإذن الرحمن ترجع بإذن الله في زمن قياسي كمان وانت كالعادة قدها وقدود وحتبقى احسن كمان من الاول بكتير وطبعا انت نفسك يا اكرم اكيد لمست وشفت بنفسك قد ايه الجماهير يعني داعمة ليك ومساندة ليك ودعواتها ليك لا تنقطع الحقيقة اكرم توفيق من اللعيبة الاستثنائيين على كل الاصعيدة خلقا كمان قبل نكون بنكلم عليه كلاعب زو مهرات خاصة ومطمئن يعني اكرم توفيق لما بيكون بيلعب في اي ماتش احنا كجماهير سواء النادي الاهلي او جماهير المنتخب بنبقى متطمنين بوجوده يعني حائط صد منيع الحقيقة واكرم توفيق من اللعيبة الرجالة جدا اللي بيتفانى في اللعب مش مجرد بيلعبه السلام وفيه لعيبة كده عندها ثقافة التطفيش اكرم توفيق ابعد ما يكون عنها زي الثقافة اكرم ما فيش كرة بيقطعها غير لما بيبتدي بيها هجمة غير لما بيعمل من خلالها فاس تبدأ من خلاله هجمة جديدة اكرم توفيق لعيب كبير جدا اكيد اكيد من اتمناله السلامة ومن اتمناله ان شاء الله الشفاء العاجل بإذن الرحمن دي 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 نقطة